موسيقى السلام عليكم نواصل دروسنا الخاصة بيونس 6 واليوم ندخل بمواضيع القواعد لقرامر الخاص بهذا اليونت موضوعنا اليوم هذه أدوات الربط اللي تستخدم مع السبب والنتيجة بمعنى جدا لدرجة أن طبعا من ناحية المعنى هي نفسها يعني جدا لدرجة أن لكن من ناحية الاستخدام يوجد فرق بين الأداتين مثلا لو قلنا أنا أحبه كثيرا الجملة الثانية أنا أريد أن أراه كل يوم فلو استخدمنا مثلا سو ذات راح تكون الجملة كالأتي أنا أحبه كثيرا جدا لدرجة أني أريد أن أراه كل يوم نجي على القانونين القانون الخاص بسو ذات والقانون الخاص بسج ذات طبعا الاختلاف جدا بسيط بين القانونين مثل ما راح تشوفون اللي بعد سو أو اللي بعد سج هو الاختلاف بين القانونين فاللي بعد سو هنا راح يكون صفة أو حال أو ظرف ينتهي ب-L-Y أما هنا فقط نستخدم صفة والصفة معها ناون أو الاسم الموصف بالنسبة إلى قانون سو ذات فاعل الجملة الأولى سبجيكت بعد ذلك فعل أو فعل مساعد الجملة الأولى ثم بعد سو صفة أو ظرف ينتهي بألوان ولذلك هنا بالأداة سو ذات بينهم تكون نقاط أو فراغ دليل على أنه وجود صفة أو ظرف بين السو والذات وبعد ذلك ننزل الجملة الثانية كما هي أما قانون سو ذات أيضا نفس الحالة فاعل الجملة الأولى سبجيكت بعد ذلك فعل أو فعل مساعد الجملة الأولى ثم بعد ذلك سو وبعد السو اي أو أن هذه تعتمد حسب الاسم الموصف إذا كان مفرد أو جمع فإذا كان مفرد أضيف الآ والآن وإذا كان جمع لأ ما نضيف الآ والآن بعد الآ والآن ننزل الصفة يعني هنا ما يصد ناخد ظرف مثل السو فقط صفة والصفة لازم بعدها الاسم الموصف بعد ذلك ذات ثم جملة الثانية رح نجي حسب القانون سو ذات هذا سو ذات ننزل فاعل الجملة الأولى اللي هو ذا فيديو أنزله بالبداية هذا هو الفاعل بعد ذلك فعل أو فعل مساعد طبعا هنا عدنا موجود فعل مساعد هو لو يجي فعل لو يجي فعل مساعد رح ننزله بعد ذلك أنزل سو بعد ذلك الصفة هذي الصفة هذي الصفة هو رح يكون بعد الفعل المساعد صفة وإذا كان فعل رئيسي يكون بعده ظرف ينتهي بأو فإهنا عدنا صفة فإذا ننزل الصفة ثم بعد ذلك ذات وننزل الجملة الثانية كما هي All my friends watched it كانت الجملتين الفيديو مفيد كل أصدقائي شاهده صارت الفيديو كان جدا مفيد لدرجة أنه كل أصدقائي شاهده نشوف البثال الآخر He drove very slowly هو يسوق ببطء جدا He missed the meeting هو خسر الاجتماع So that ننزل الفاعل الخاص بالجملة الأولى اللي هو هي بعد الفاعل فعل أو فعل مساعد هنا عدنا فعل هذا فعل كان قبل قليل فعل مساعد الفعل المساعد يأخذ صفة أما الفعل يأخذ ظرف ينتهي بأرض لاحظوا ننزل الفاعل drove بعد ذلك ننزل السوق ثم الظرف هنا ظرف سلولي لاحظوا هنا الفاعل حذفناها عدنا ملاحظة الفاعل تحذف ليش تحذف الفاعل؟ لأن هي السوق والساج رح أتعبر عن نفس معنى الفاعل لأن أيضا معناتها جدا فلازم نحذف فلازم نحذف فلازم نحذف عندما تكون بالجملة الأولى بعد ذلك ننزل ذات وننزل الجملة الثانية مثل ما هي هي مست the meeting كل المدارسات تحبها هذا قانون النزل الفاعل خاص بالجملة الأولى اللي هو شي ننزل الفعل المساعد الخاص بالجملة الأولى is أنزل such بعد such a أو أن طبعا هو موجود هنا تعفو إذن such صير قبل a أو أن إذن أنزل a صفة زائد اسم موصف هاي صفة وهاي اسم موصف clever الصفة والاسم الموصف student بعد ذلك أنزل ذات وأنزل الجملة الثانية مثل ما هي all teachers love her it is an excellent computer I use it more time إنهو كمبيوتر ممتاز أنا أستخدمه لوقت طويل search that نجي نطبق القانون فاعل الجملة الأولى it هذا it هو الفاعل خاص بالجملة الأولى بعد ذلك أنزل فعل أو فعل مساعد طبعا هنا عدي فعل مساعد أنزله is ثم بعد ذلك search بعد search a أو an هذه أدوات التنكير the a والan نستخدمها فقط إذا كان الإسم الموصف مفرد يعني إذا هذا كمبيوتر مفرد فإذا نستخدم لأ أو an أما إذا كان مثلا كمبيوترز جمع فما نستخدم له لا a ولا an طبعا الأ والآن الاختلاق بينهن إذا كان الصفة تبدأ بحرف علّة نستخدم أن إذا ما تبدأ بحرف علّة مثلا هنا هنا سي فنستخدم A فهنا الكمبيوتر مفرد فلازم نستخدم ON الصفة زائد الإسم الموصف الصفة هذه الأدجكتف excellent والإسم الموصف computer بعد ذلك أنزل ذات وأنزل الجملة الثانية مثل ما هي فنقول I use it more time هذا هو الفرق بين so that و such that من ناحية الاستخدام أما من ناحية المعنى فما يختلف أي شيء من معنى الجملتين إذا ملخص الموضوع ملخص الموضوع من تجينا so that أو search that يكون مكانهن بعد الفعل أو الفعل المساعد والذات تكون بدلا عن النقطة لاحظوا هنا فاعل فعل مساعد نزلنا search هذا search وبدلا عن النقطة size student نقطة بعدها راح تكون that نفس الحالة هنا فاعل فعل مساعد نزلنا search والذات تكون بدلا عن النقطة اللي بعد computer hi computer hi that وكذلك الحال في استخدام so that الآن نحل تمارين الكتاب ونماذج من الأسئلة الوزاقية تمارين 6.13 join the following pair of sentences أربط كل زوج من الجمل with so that or such that be so that أو such that طبعا هذه طريقة الأسئلة بالوزاري ما تجيبها الشكل يعني ما يقول لي استخدم so that أو such that لا يحدد لي واحدة من عندها مثل ما أخذنا بالأمثلة على الصبورة لكن احنا قلنا وراء so يجي صفة أو ضرف يعني كلمة واحدة إما صفة أو ضرف أما بعد search يجي صفة واسم موصف يعني كلمتين من خلال هذه راح نعرف اش نستخدم so that أو such that نيجي على الجملة الأولى the teacher spoke fast I couldn't understand the listen النزل الفاعل اللي هو the teacher والنزل الفعل اللي هو spoke هسا نباوع نشوف إذا عدي صفة وموصوف استخدم such وإذا عدي بس صفة أو بس ضرف يعني كلمة واحدة نستخدم so fast كلمة واحدة إذن نستخدم so فنخلصه بعد ذلك ننزل fast طبعا هنا fast جاية كظرف لأن قبلها فعل spoke تحدث بسرعة fast بعد ذلك بدلا عن النقطة نضع that ثم ننزل الجملة الثانية مثل ما هي I couldn't understand the listen الصير الجملة the teacher spoke so fast that I couldn't understand the lesson number two it was a short holiday we couldn't visit all the places ننزل الفعل والفعل المساعد اللي هو it was بعد ذلك نشوف هنا عدي short صفة واسم موصوف holiday إذن عدي كلمتين صفة واسم موصوف فنستخدم such أنزل a short holiday الأ والصفة والموصوف بعد ذلك بدلا عن النقطة نضع that وننزل الجملة الثانية كما هي اللي هي we couldn't visit all the places number three the level of the oil is low الفاعل الفاعل the level of the oil هذه كلها يعتبر فاعل لأن بعدها يكون فعل مساعد احنا دائما قبل الفعل المساعد يكون فاعل فننزل الفاعل والفعل المساعد اللي هو the level of the oil is هسا بقى تأدي كلمة وحدة يعني صفة فإذن نستخدم so النزل so low بعد ذلك بدلا عن النقطة نضع that وننزل الجملة الثانية كما هي اللي هي the engine may not start number four it rained heavily النزل it rained بعد ذلك أدي ظرف ينتهي ب-ly إذن استخدم لسو النزل الظرف heavily بدلا عن النقطة نضع that وننزل الجملة الثانية مثل ما هي nobody could attend that much number five I live in a small town النزل I live in هذا الفاعل والفعل بما أنه عدي a وعدي small town يعني صفة وموصوف إذن استخدم such بعد ذلك ننزل a small town الصفة والموصوف بدلا عن النقطة نضع that وننزل الجملة الثانية كما هي اللي هي I got to work on food نلاحظ نموذج السؤال الوزاري التمهيدي 2020 2021 the exam was very easy everyone passed it so that هذه صيغة الأسئلة بالوزارة أعزائي الطلبة يعني حدد لي so that أو such that ما يضطيني مثل هذا التمرين يخيرني بين so that أو such that إذا إجا السؤال على شكل ربط فننزل the exam was هذا الفاعل والفعل المساعد ننزل so بعد ذلك ننزل easy الصفة طبعا الـ very تحذف عدنا ملاحظة بيها ننزل بدلا عن النقطة that وننزل الجملة الثانية كما هي everyone passed it تصبح الجملة the exam was so easy that everyone passed it الامتحان كان جدا سهل لدرجة أن كل الطلاب اجتازوا تمرين 6.12 fill in the blanks with so or such املأ بالفراغات بـ so أو such هذه الطريقة الثانية للأسئلة ما تجينا على شكل ربط وإنما تجينا على شكل الاختيارات نختار إما so أو such طبعا أنا ذاكر بالمربع الأصفر هذا مثل ما تشوفوه ملاحظات من خلالها راح تفيدنا شوكت نختار so وشوكت نختار such نضع so أو نختار so إذا كان بعد الفراغ مباشرة many أو much من نشوفون بعد الاختيارات أو بعد الفراغ مباشرة much أو many فنختار مباشرة so نضع so إذا كان بين الفراغ وبين الذات صفة أو ضرف يعني كلمة واحدة مثل ما قلنا إما صفة أو ضرف نضع such أو نختار such إذا كان بعد الفراغ مباشرة a أو an مثل ما شرحنا على الصبورة نضع such إذا كان بين الفراغ وبين ذات صفة واسم موصف يعني كلمتين الكلمة الأولى صفة والكلمة الثانية الاسم الموصف نلاحظ number one فراغ heavy traffic أدي كلمتين إذا استخدم such باعتبار الأولى الصفة والثانية اسم موصف number two بعد الفراغ مباشرة much ما دام much إذا مباشرة أختار so number three أدي أدي A هذه A وأدي صفة وموصف إذا نستخدم such number four أدنا ورا الفراغ many many tourists many إذا نختار مباشرة so هذه المني نختار so number five أدنا high building أدنا كلمتين صفة واسم موصف إذا نختار such مثل ما قلنا في هذه الملاحظة number six فراغ A crowd of people ما دام عندنا A إذا نختار such هذه الملاحظة الأ والآن نختار such نلاحظ نماذج الأسئلة الوزارية النموذج الأول الدور الأول 2018 2019 she is فراغ intelligent that she can speak five languages such two so طبعا إحنا two بعدنا ما ما أخذيها إن شاء الله بالمحاضرة الجاية ناخذها إحنا رح نركز على such so فنركز على اللي بعد الفراغ مباشرة إذا كان بين الفراغ وبين ذات صفة وموصف نختار such إذا كان بين الفراغ وبين ذات صفة أو ظرف يعني كلمة وحدة نختار so فنختار so هذه الملاحظة لاحظوا إذا كان بين الفراغ وبين ذات صفة أو ظرف وحدة من أدهن نختار so النموذج الآخر الدور الأول 2015-2016 أيضا نركز اللي بين الفراغ هذا الفراغ وبين الذات هنا بين الفراغ وبين الذات عندنا A وعدنا صفة وموصف short holiday ما دام عندنا صفة وموصف وعندنا A هذه الملاحظتين تنطبق على such فنختار such شكرا